نجمتنا الليلة وضيفتنا فرح يوسف هذه النجمة اللي كل ما أطلت يعني أثارت جدل خاصة عندها يعني طلح له برشة تلفت الانتباه وأيضا عندها كاريزمة والكاريزمة يعني نعرف أنه عند الفنانين مطلوبة جدا لنجاحهم لغنية هذية باش نحكيه عليها بما أنها ما زالت جديدة وما زالت حصريا الليلة وباش نحكيه أيضا على تجربته وباش نحكيه أيضا على أراب أيضا اللي نشعت فيه ولفتت انتباه المشاهدين على مستوى الوطن العربي هي مش في سوريا حاليا هي بنت سوريا صحيح لكن هي حاليا موجودة في أمريكا وتحديدا في لوس أنجلوس فرح بونصور مسنور حبيبي بونصور مسنور كيفك أحية كتير كبيرة لقلق ولكل مستمعين إذاعة تطوين بتونس تونس بلدنا الحبيبة الثانية اللي كتير من حبه يعيشك وكل عام وانت بخير وكل عام وإبعادتنا بخير كل عام الشعب التونسي بألف خير وسلام يا رب واني تلكون كير بالمدلية والله طولت غيرتي بأمريكا شوار والله طولت لأنه تقريبا عندك عام عام بحاليا ايه والله عام عام كامل صحيح بس يعني بصراحة بتعرف حضرتك أنت أنا نفسي عمدي للسبق إلي سنتين دراسة بخلصان وبرجع ان شاء الله بإذن الله وان شاء الله موفقة أنا حبيت مباركلك أول حاجة بالسنجل هذية الجديد لغناية يعني حاليا شوف هي مزالت كيف نازلة الأغنية ولاقية رواج كبير على صفحة الأنترنت من شوية نحكي أيضا حتى مع نوال الكويتية وأيضا نحكيهم عن هذا للأثاث أنه يعني خاصة الأنترنت أصبحت وسيلة لترويج المنتوج بالنسبة للفنان يعني صفحة الفيس بوك ما نحكيش عليها يعني فرح يوصف ما شاء الله يعني من المعجبين والمعجبات من كل دول العالم الكل أيضا عن القناة الخاصة بك على اليوتيوب لغنية هذية موجودة تنجم وتسمعوها في أي وقت يعني على شبكات الأنترنت ما عادش حصري أنت وموجودة فخلينا نعطيها حقا الكلمات والألحان والتوزيع وين تسجلت للأغنية هذية فرح أول شيء أريد أن أعطيك كثير حلوة تعني سي لهجة تكون كثير حلوة أنا بحب اللهجة تونسية كثيرة عمليا كنت عم بسمعك جو عم تحكي أكثر مع مبهب جو عم تحكي أيضا الغنية من كلمات سليم عصف والحان سليم عصف طبعا هو توزيع لموزع تركي اسمه ياسين كيلش طبعا أنا مع احترامي لكل الناس ولكن أنا ارتقيت أنه هاي الأغنية يعني إذا توزيع بهذا الشكل يعني أنه تركي وزع شخص غريب ممكن نعرفه شوي على موسيقتنا أكتر ممكن كمان نحن نتعرف على موسيقته أكتر فممكن تعمل حركة حلوة بالغنية هالموسيقى رايحة شكرا فهي الغنية مزيجة يعني بين الموسيقى العربية وبين الموسيقى الغربية حتى فيها شوية نفس تركي موجود موجود ولحظت وأنا حبيت نسأل عليها القلبة هذه أحنا نسموها القلبة الموسيقية هذه فزدت الإجابة يعني من عندك لكن أنت ما خفتيش يعني من المراهنة لأنه فنانة يعني تحب تسنجل وتعمل لحن يعني تركي مثال وإلا هالمزيج الكل اللي عملتيه هذا يقول ما خفتيش أنه تنجح الأغنية ما تنجحش والله هلا هو بيني وبينك أكيد هلا لك أول شيء يمكن المستمعين أو المؤهدين يعني بالعالم العربي شافوني بقرب عيدل ولكن قد ما كان ما بيقدروا يشوف الصورة الحقيقية للفنان لأنه نحن منكون بالبرنامج يعني مقيدين بإماج معينة يعني عرفت يعني ما بنقدر نحيد عنها فأنا بشكل عام كفنانة أنا بحب أعمل شي جديد يعني بحب جيب لنا شي جديد يعني ملنا من القديم خلينا نحط شي جديد بالموسيقى ندخل شغلات جديدة على الموسيقى يعني صحيح خطر ومخاطرة كتير كبيرة لأنه الجديد مضروري كل الناس تحبه يعني أنا طبعا نمط الأغنية تبعي مش أنا أول وحدة عملت نفس النمط أكيد لا بس يعني أنه الغنية كأغنية أنا إلي حوالي سنة عم بشتغل عليها لحط تطلع بهذا الشكل فقد ما كان خطر أنه يعني ببعا أنه يمكن العالم لازم نجرب يعني and at least we have to try الواحد يكون عنده الإرادة تكون عنده أيضا الخطوة الأولى وما يخليش أنه كيفش يقولوها أنه يعني حاول مرة مرتين مهم ينزع ما بحب أعمل شي تقليدي ما بحب أعمل شي تقليدي مو أنه إذا كل العالم عم تعمل شعبي أنا لازم أعمل شعبي ومو أنه إذا كل العالم عم تقل لي غني طرب معناها لازم أعمل أغاني طرب أنا بعمل أغاني بالطريقة اللي بحس يعني أنه في عم قدم شي جديد لأنه تعرف حضرتك أنا بالنسبة لإلي احترامي لكل الفنانين كل فنان قاله طريقته الخاصة بتعبير عن فنه يعني بس أنا بالنسبة لإليك السورية وضع بلدي شوية صعب هلا حاليا تعرف حضرتك ويعني لا إنترنت ولا شغلات يعني فعم حاول قدر الإمكان بس أذكر الموضوع بغس قلبي كشوية يعني نحنا كفنانين سوريين مظلومين كتير الحرب ببلدنا أثرت علينا كتير يعني أنا أحكي مثل ما أريد رح أحكي اللي بقلبي بدون ما الحرب أثرت علينا كتير أثرت علينا بمواقع الواصل الاجتماعي أثرت علينا بالعالم أثرت علينا بكل مكان لكل الناس اللي عم يسمعوني هلأ في كتير ناس بيقولوا أنه فرحة تأخرت وفرحة كان لازم تعمل من زمان وفرحة كان لازم تنزل أغاني من زمان أول شي أنا بدي أخبر العالم أنه أنا شركة إنتاج نفسي يعني أنا عم بنتج لنفسي أنا عم بشتغل لنفسي كل عملي لحالي كل شي يعني كل الأعمال اللي عم بتشوفوه هاي من إنتاجي الخاص وعملي الخاص أنا يعني وأنا حاليا خارج البلاد متغربة يعني بسبب الأمور اللي صايرة ببلدنا وضع بلدنا وضع صعب جدا يمكن اللي ما نوع عايش ببلدنا ما بيعرفه لكن سواء كنت فنان ولا سواء كنت مدرس ولا سواء كنت أمي ولا متعلم ولا دكتور نفس الشي هاي حرب عقوبات اقتصادية عقوبات سياسية عقوبات دبلوماسية عقوبات بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ممنوعين من كل شي نحنا فهذا كمان وضع صعب وبعدين كمان لا ننسى أنه وضع الميديا كمان شوي صعب عنه نحنا ما عاد عنها يعني يعني الإعلام تبعنا صار كله تقريبا إعلام حربي يعني تعرف أنت حضرتك فهي مشكلة حقيقية يعني مو أنه قصة صغيرة يعني طالما أنا سورية صحي برات البلد أنا ولكن مرتبطة أنا بالبلد شئت أم أبيت لأنه أنا في معي باسبوري سوري وجنسي سوري يعني عمليا كأني يعني لا وضعي بسوري أفضل أنا أنه عرفت علي بالنسبة لموضوع الشغل واللي كذا يعني فلكل الناس اللي زعلت لأنه أنا تأخرت لأنه أنا شفت كتير كومنتس عندي أنه فروح وأخيرا وأخيرا قلنا سنتين ناطرين قلنا سنتين أنا عم قلن هلأ شو السبب السبب مو كسل مني أبدا ويشهد الله أنه أنا قلي سنتين يعني عم بيشتغل عم بيشتغل عم بيشتغل قد ما فيني مشان أقدر أعمل عمل حلو يليق بهذا الجمهور اللي اللي ناطرني اللي كل هالفترة نعم أنا مضطر أني يجيب معنا الشخص لأنه هو حالين يتصل بنا مسالش حتى ولو ضعفت شويه الإنترنت لكن خلي نجيبه ضيف هو عزيز علينا وإن شاء الله لحظات فقدت ويكونوا معنا وأنا العصفورة خبرتني أنك أنت قريبا عنديك ديوم مع فنان من المغرب العربي شو عرفك شو عرفك صحيح الأخبار ولا لا مؤكد من الجزائر قد تقول لي شو عرفك قد تقول لك لسه لك أنا ما حكيته لهذا الموضوع عرفيني وبينحالي لسه وأخبار الفنانين لازم يجيبوها أول بأول وما زالت الأخبار صحيح صحيح مزبوط أنا كنت مخبيتها مفاجئة بصراحة للمغرب العربي بشكل عام لأهلنا بالمغرب أنا كتير بحب الموسيقى المغاربية بشكل عام قلتلك حكياتكم حكيكم كلماتكم يعني رأسكم تراثكم تاريخكم يعني بالنسبة لأننا نحن كالسوريين مادة دسمة جدا للمعرفة نعم وتحب تفسح عليه سكون الفنان ولا مازال لك نتمنى سكو في الليلة من عندك هلأ أنا بدي أقول لك شغلة هلأ أنا ما فيني أحكي لأنه لسه ما صار يعني مش أمور رسمية لكن هو يعني هلأ لو الله هي الأمور رسمية صارت وخلص مش الحال كله صار رسمي ولكن أنا بحترم جدا للأشخاص الآخرين ما بعرف إذا بيحقلي يعني ما بعرف إذا بيحقلي أني تقول اسم الشخص إذا بيحقلك مية بالمية طبعا ما هو اسمه؟ أنا فيني أقول لك هنت فيني أقول لك تلميح واضح فيني أقول لك أنه جزائري واضح هي من الجزائر هذه المعلومة صحيحة من الجزائر تحية لأهل الجزائر بالله تسلم عليك واحدة دينيز من الجزائر تحية كبيرة 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 هي البنوتة حبيبة قلبي هي واحدة من الفانز اسمها دينيز هي من الجزائر وهي من الفانز المفضلين عندي يعني نشطة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي عندي ومحملة بقدر هائل من الحب يعني هاي البنت عندها بقلبها كمية خارقة من الحب طبعا مع تأكيد بوجه تحية لكل الفانز أنا ما فيني أقول فانز بصراحة ما بحس كلمة حلوة فيني أقول رفعاتي فيني أقول إخواتي لكل الناس اللي بتحبني مثل يعني بقال لهم مرحبا وبقال لهم تحية وبقال لهم كل عاموا انتم بخير ومبارحة سهرت معهم صهرة غير شكل على تويتر طبعا مبارحة سهرت معهم حوالي يمكن سبع ساعات على التويتر اللي زمان لأنه كتير ما حكيت معهم يعني كنت مشغولة بالغنية وهيكي يعني استعدت هيكي مثل ما بيقول ورجعت لي مثل واحد ردت له الروح يعني لزمان ما حكيت معهم سمح لها كفنانة تحكي رزعت الروح يعني خاصا هذا اللقاء يكون حميمي برشا وانتي المعروف عليك انك عفوية جدا اه علاقتي انا بالعلاقتي بالفانز اللي ما فيني سميهم غير اخوات يعني يعني علاقتي فيهم عن جد علاقة ما بحسن غير متل اخواتي صدقا يعني يعني لك لك الناس اللي بيحبني انا بقدروا بحترموا بحطوا على راسي من فوق يسلم راسك حبيبي الله يخليك فبقل لهم كل عام وهنا متخير وبيقل لهم انه كمان هاي الغنية للجمهور المغاربة تحديدا بقل لهم انه رح تحبوها كتير 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 الله 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 والفنان صوت جميل جدا 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 وشاب راقي وشاب يعني انا لسه ما شفته شخصيا ولكن يعني انسان راقي انسان محترم كتير يعني وصوت ما شاء الله يعني باش نعرفكم اكثر على فرح وخسرنا الجانب الاخر هي ممكن متعرش اني نعرف بعض المعلومات عليها الليلة المعروفة عليها انه خسرنا انتقاها في الاغني توا السنجل يعني اسمعنا السنجل الجديد جديد الفرح يوسف اللي ان شاء الله يضربه ان شاء الله يلاقي نجاح كبير ودعم اكبر باذن الله المعروفة عليها انها ايضا تغني بالاجنبي بطريقة رائعة جدا عندها موهبة التقليد وقت لتفيق الصباح يعني من النوم الصوت 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 القط يعني صوت القطة يعني هي تجيبه مية بالمية اي لأ بقى اي لأ بقى اي لأ بقى اي لأ بقى شنو ما يجايف هالحكي شنو ما رايك مية بالمية صحيح مؤكد شو حكيان مع امي انت حاولوا نجمع هك المعلومات الكل طبعا يعطي الصحة اللي يعطاني المعلومات هذي الكل اللي يعطاك هالمعلومات بدي ايش نقو انا بس يوفو هلأ اي انا بالنسبة لموضوع المسيئة اي تغني اجنبي بطريقة رائعة هلأ ان شاء الله انا بغني اجنبي وان شاء الله العالم تحبه يعني يعني بالنهاية الناس هي اللي بتقيم صراحة انجليزي بغني انجليزي وبغني فرنسي وبغني ايطالي وهلأ صرت بعرف تركي الله ايش نعملو ميدلي الليل ع الهوام فرح يصمدلي شوية منه وشوية منه وشوية منه هيك يطلع ميدلي حلو طيب هلأ اه نجربو احنا خلينا نجربو نعملو تجربة طيب لحب بلش بالتركي يالله اشتركوا في القناة اشتركوا في القيامة اشتركوا في القناة الله واللهي سلام حسود يعيني يعيني يطلع منك يا فرح اي شو نفكرني قليلي انا انا من سوريا انا بطلع معي كتير شغلات كمان لسه ما عشفته شي اصلا اي نمشوا الانجليزي اي طيب انت نقيلي في كتير انجليزي يعني واللهي لو نحفظ ممكن نختارلك لكن انا فرنسي اكتر منه انجليزي طيب في موسيقى موسيقى واو يعيني هذا غني بسيطا بالانجليزي بس اذا مدغني لك انجليزي انجليزي شي متل ويت نهيوشتن مثلا ماتت معك يلا يلا لا لا اعطينا حاجة اخرى ما سلش علي ذوقك الليلة احنا متصل ل اثنين لوس انجلوس على تونس على سوريا سعيد الله طيب Inglisi Whitney Houston Share my life Take me for what I am Cause I'll never change All my colors for you Take my love I'll never ask for too much Just all that you are And everything that you do I don't really need to look Very much further I don't wanna have to go Where you don't follow I won't hold it back again This passion inside Can't run from myself There's nowhere to hide Don't make me close one more door I don't wanna hurt anymore Stay in my arms if you dare Must I imagine you there Don't walk away from me I have nothing, nothing, nothing If I don't have you Don't walk away from me Thank you Thank you I would hope that it was live Not live It would give me more meaning In terms of the foreign language Because the foreign language is not like the Arab music We are the Arab music We are the best in it Because when someone is happy The person is not happy The person is not happy The person is happy The person is happy The person is happy How do you get out of it with a surprise? Now the French They get out of it But I don't know if they get out of it The words are right Let's go Let's go Let's go Let's go I don't remember What is your language you love? Il a left C'est à la C'est à la C'est à la Je suis malade Je suis malade Hein? Ok Hein? Oui Je ne me fais plus Je ne me fume plus Je ne meme plus Tu es toi Je suis ça sans toi Je suis ça sans toi Je suis comme le fondamental Dans un top toi موسيقى 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 أنا شرت أبداً أي شيء من هذا هذا اللي طلع كل ياتو هيدا انسرق من البيرسكوب الخاص فيني اللي هو ما من المفروض أنه أبداً حداً يقدر يطالعوا عن الموقع الخاص فيني أنا يعني هذا بس مباشر وأنا على طول أنا بحسب بسحب البس المباشر أنا ما بتركه لأنه أكيد الناس رح يكون صعب عليها أن تشوف صورة الفنانة الحقيقي بهذا الشكل الحقيقي المباشر كتير يعني عرفت فرح يصيبهم صدمة نوعاً ما يعني فأنا بحسبوا بهالحساب وبشيلوا عن البيرسكوب بس للأسف في ناس دخلت على البيرسكوب صارت تغلط كتير يعني صارت تغلط وطريقة بشعة في عندي أنا على البيرسكوب تبعي حوالي 20 ألف يمكن أو 19 ألف وشوي متابع 19 ألف أنا إذا بفتح live بيوصل عنده النوتيفكيشن وبيشوفوني شو عم ساوي والناس كمان بيقدروا يكتبوا كومنتس فالكومنتس بتطلع بس صدقاً لدرجة القرف يعني طائفية بطريقة كتير بشعة ألفاظ مهينة ومش بس عليه يعني مثلاً إذا بيكون في حدا حاطة علم سوريا اللي هو علم سوريا اللي هو أبو النجمتين خضر اللي هو علم سوريا بيجو ناس مثلاً بيعدوا بيسبوا على الحكومة وعلى سوريا وعلى السوريين وعلى جزورنا وعلى جدنا وعلى أشرافنا وعراضنا ونسواننا ما بيخلوا هلا أنا بتجاهل بس اللي بيصير إنه الناس التانية اللي عم تشوف عم تحس بالإهانة فبترد فبتتحول أنا سوشال ميديا تبعي لساحة حروب طاحية هذه هي يعني شوف هي هي دائماً تصير الأمور هذه بالنسبة للفنانين خاصة على صفحاتهم أنا شوفت صفحتك كبيرة ما شاء الله حتى الفيديو مؤخراً للبرومو اللي نزلته على صفحتك تقريباً أكثر 120 أو تقريباً 1000 120 ألف في فترة وجيزة جداً هذا حتى أكد يعني الفيوز هذين اللي نشوفهم على فكرة هلأ هو أكثر من نص مليون يعني 500 وشوي نص مليون نص مليون من البارح للليلة يعني عملت البرومو الخاص بإذاعة تدوين شاء الله راح صوتك والصوت يرجع ما هو سوي سوي يرجع الأنترنت من عندنا رأى ضعيفة أنت في أمريكا قوية الأنترنت لكن أحنا في تونس حتى ولو نحكي أنه الأنترنت قوية فتبقى ضعيفة سويا يا فرح يعني الصفحة هذه يا فرح الصفحة أكيد فيها فيها نجاح كبير بالنسبة لك أنت شكراً عن نص مليون اللي شوفوا الفيديو الخاص بإذاعة تطوين لبرومو الخاص بإذاعة تطوين آه تبع تطوين لا أنا فكرت بالفيديو كليب أي أنت شوفتي اللي حتى الفيديو متاع الإذاعة تطوين الفيديو الخاص بالتطوين 139 ألف واو ما شاء الله أي يعني عدد كبير ما شاء الله يعني في فترة وجيزة صغيرة بش نذكرك بحاجة اسمع معايا وتعطيني رأيك بش نذكرك بحاجة تذكر اللقاء مع حسيم وطبعا اللقاءات هذه عندها خصوصيتها وعندها ميزتها لقاء الفنانين طبعا أنا كلما بشوف يعني كلما بشوف فنانين بلدي بمبسط يعني بحب شاركون لأنه كنت بعرفهم أنا قبل الشهرة فأنا بالنسبة للي حتى بعد الشهرة بيضلوا هدون الفنانين اللي أنا كنت حبهم وكنت اسمع لهم وانبسط على موسيقيتهم قبل صوت لا يعلق عليه ما فيني أقول غير هيك ما شاء الله يعني وكانت حفلة مميزة يعني كانت كتير حلوة جيد فما تواصل إلى أحد الآن بينك وبين حسين طبعا جميل وهذا اللي أحنا نحبون هو تواصل ما بين الفنانين أكيد ضل على تواصل قدر الإمكان ولكن للأسف بسبب بعدي أنا بعيدة كتير يعني بس بحاول قدر الإمكان ضلني عم بتواصل على وسائل التواصل الاجتماعي يعني نعم فرح باش نمر معاك المجموعة من الأسئلة لمعادس الوقت شوف الحالي نشوف في الساعة يعني كم من التوقيت الآن كيفاش مر معاك الوقت بسرعة رهيبة جدا 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 أنا أول حاجة اللي أنا حبيت حتى ولو ما يسرقناش الوقت الليلة نشكر الفانس حاولوا حتى بطريقة ما خاصة أني حاولوا يتواصلوا معايا لكلهم حبوا يشكروك حبوا أنه يسمعوا صوتهم حبوا يواصلوا المساجات اللي كنتي يعطيهم الصحة لأنه بهالعدد الكبير من الجمهور والمتابعين اللي يحبوك بصدق يحبوك لذاتك أنت يحبوك بكراكتيرك يحبوك بفنك بطلطك بكل شيء أي حاجة في فرح يوسف يحبوها نمر المجموعة من الأسئلة فرح يعني توحاليا في وقتنا هدايا صارت الصورة أقوى من الصوت يعني عندك مزيانة فنانة جميلة عندك طالة حلوة أنت تكوني هي الناجحة أكثر منه صوت هذا الحكي هلا يعني صحيح 50% لأنه لازم هو يعني هو كل متكامل ما فينا نجزئ الصوت عن الصورة لأنه الغناء هو مانو بس صوت هو لغة جسد كمان يعني فأحيانا بتكون يعني ممكن يكون الإنسان عادي مثله مثل أي حدا ولكن لغة جسده هي اللي بتعبر عن الغناء اللي عم بيغنيه فهذا بيصير أقرب للناس بيصير مريح أكتر ومفهوم بالشكل الكامل فأنا بالنسبة للي ما فين يقول في صوت والله واحدة صوت حلو مثلا وشكله مو حلو معناها ما بتنجح لا اللي بيغني حلو وبيكون طبيعي وبيكون واسق من غناءه الناس بتتقبلوا بتصير تشوفوا حلو حتى لو معناه حلو هذا هو شوفوا حتى في بعض الفنانين ويقول ما عندهم مشطلة حلوة لكن عندهم لقبول لقبول من عند ربي سبحانه فالأساس هو الصوت لكن يعني رغما عنك ورغما عني فرح يعني احنا في وقتنا هذية واحدة جميلة وحلوة حتى لو بإمكانيات ضعيفة جدا صوتيا مع الميديا مع ايضا الامكانيات المادية فانو تفرض حاله للأسف الشديد يعني بيننا هلأ هلأ أنا لك بدي هلأ مزبوط هذا الحكي مزبوط لأنه في فهم خاطئ لثقافة الفن عنا بشكل عام لك أنا إنسان صريح وبحكي للي ولعلي أنا بالنهاية بالنهاية أنا كمان واحدة من الجمهور يعني إنسان ومن هذا المجتمع وبسمع للفنانين وبشوف وبشوف كيف وبعد ما صرت بعالم الفن صرت بشوف كيف كيف ثقافة الفن عنا للأسف شريحة ضخمة يعني كبيرة يعني فينا نقول إذا نسبة الفن عنا مئة بالمئة ففي نسبة 60 بالمئة من ثقافة الفن عنا بالمجتمع هي ثقافة خطأ يعني مفهومة بالشكل الخاطئ يعني أي حدا بتقول والله فناني بتغني ييه والله عيب خلينا نحكي صراحة إنه بيقولوا إنه معناها هيدا إنساني مش كويسة أو إنساني معنا ملتزمة أو هذا الحكي مو صحيح أبدا يعني ما إلى علاقة الفن الإنسان بيقدم فن بيقدم موسيقى حلوة بحيث إنه يسعد الناس أي شي بيسعد الناس هو فن شو مكان نوعه شو مكان شكله شو كيف مكان أنا برأي يعني هذا الشي فبمجتمعنا العربي والله نحن لازم عن جد يعني مو إنه يعني الواحد يدرس موسيقى لحتى يفهم الموسيقى بيكفي إنه هو يكون يحب الموسيقى أو يتزوق الموسيقى لحتى يكون فنان يعني صدقا فعنا بمجتمعنا العربي لو بيسمحوا يعني لو إنه في حرية للفنان بالطريقة اللي بده ياها يعبر عن فنه ما يكون مقيد ما يكون محصور بشي معين ما يكون عنده توجه ما يكون في حدا متحكم فئة معينة متحكمة فيه لصالح يعني فهمت علي سواهم كان سياسي ولا سواهم كان مجتمعي ولا سواهم كان شو مكان يعني نعم أنا معاك مية بالمية في الموضوع أهذية وبش نمشي معاك أيضا مواضيع أخرى لإني نحاول نربح شوية وقت معاك في ثواني هكا سوري أنا استفضت بتشرح فكرت بس هذا السؤال لا ما زالوا ما زالوا ما زالوا من الأسهل لكن إجابة مختصرة نحاولوا نختصروا الإجابة من عندك يلا 15 فانس من عندك مقربين حب أسمائهم على الهوم وشارتان نحبك نختبر شوية فرح يوسف مدى تعلقها بالفانس أعطيني 15 فانس من عندك مقربين اسم طيب مقربين بالإسماء طيب أول أول شي في عندي خليني أنا نحسب في عندي رنيم جوا هيا إناس سانو نور إيمان ميليسا رنا نور ميفو مين كمان ميراي ميليسا الثانية في تنتين نهلة نغام كلهم إينات أعطينا سوية ذكور لا لسا لسا لم يكن في مؤيد في نايف في فارس وفي راس وفي علي وفي دينيس حبيبة القلب وفي كلهم كلهم حبيبات قلبي يعني ما بدي إيش أحدا لكي لا يزالوا مني في نهال كمان ورحاب في مي كمان يلا 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 علي ولي يجيك هجوم كمان بوجه تحية لفانز نجوة كرم وفانز الفنانة نامسي عجرهم لأنهم كمان هن يعني من من الناس النشيطين عندي يعني وناس كتير حبابين وأنا كمان أقول لهم لأني أنا كمان واحدة من فانز الفنانة نجوة كرم صراحة جميل يعطيك الصحة ما حليه الكلمة هذية أعطينا شوية صدرينا شوية يا فانز من عندك يا أخي أنا بقول لكل الفانز لكل الفانز أنا يعني اليوم أبسوطة كتير بالحكي معك اتشرفت بالحديث معك وبمعرفتك الله يحليك وكمان يعني يروحوا كل ياتهم يعملوا لايك لصفحة الإزاعة ويصيقوا من متابعينكم كمان أعطيكم وأنا أول وحدة بركة الله وفيك يعطيك الصحة يا فرح thank you thank you thank you بالحق يا عايشك في دقيقتين نحاول أنه خمس أسألة تجاوبني عليهم يعني هل هل الأعلام أنصف رح يوصف أم لا لا لماذا لا أعرف لديهم أسباب لك أنت مقصرة هلا أنا لا أنا أنا مقصرة بالنسبة للأعلام ولكن أنا اللي صار أنه كيف أريد إليك وضع الحرب ببلدي كتير صعب فالأمور كلها يعني أنا بالنسبة لكل يعني كل الناس منقسم علي هاي بصراحة كل الناس منقسم علي طالما أنا فنانة سورية والناس منقسم علي بهذه الطريقة فأنا ممكن أعمل وجعة رأس يعني هلا فهذا الموضوع كمان له علاقة يعني عرفت برجعب لك وضع الحرب على الفنانين السوريين كتير كان صعب يعني جدا يعني نعم الغنية جديدة هل تصور فيديو كليب أم لا أي أغنية أنا كلهم اللي بعملون وبصورهم وبنزلهم صوتوا سورية على طول نعم وقتين شو رجع إلى سوريا والله هيدا بقى يعني إن شاء الله إذا قلنا هلأ يعني أكيد أنا إن شاء الله رح أرجع زيارة من المقرر بشهر سبتمبر بس يعني رح أرجع على أمريكا لأنه قلتلك في عندي سنتين دراسة لازم خلصهم نعم إدارة الأعمال الخاصة فيني صحيح هذا الكلام هلأ أنا يعني مثل ما بيقولوا عندي إنتاجي الخاص وعندي عملي الخاص يعني بالنسبة لي أنا المدير العام لكل شغلي يعني ولكن في عندي الأيجنت في عندي أيجنت اللي هو مدير أعمالي بالميدل إيست وبوجه له تحية كمان أيمن وليد بقول له هاي عبر إذاعتكم أيمن شب كثير حباب وموهوب وإنسان محترم يعني أنا بحكي كلمة الحق ولهذا السبب يعني بصراحة اخترته لحتى يكون هو ممثل لأعمالي بالميدل إيست حاليا وعلى نغام وبالنسبة لأميركا في عندي في عندي صبية اسمها نغم فرح نغم كمان هي الاسوسييست منيجر كمان عندي هون بأميركا ومقيمة بولاية نيويورك الأمريكية يعطيها صحة نغم وشكرا على تعاونها معنا جدا 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 هل عرفت من اللي قال لك كل هالمعار لا أنا مش أكيد هي خلي علاقتكم جيدة لأنها والله فعلا متعاونة جدا حبيت نشكرها شكر خاص وشكرا للفانس شكرا لشعراء للملحنين الموزعين للستوديوهات أيضا اللي تعاملوا معاك طوال المسيرة هذية شكرا لكل من نقف إلى جانبك ومن خلالك أنت تحية لسوريا الحبيبة سوريا الشامخة كل أهلنا في سوريا لأنه تحية من القلب إلى القلب لهم الكل عبر إذاعتكم كمان أنا بحب وجه تحية كثير كبيرة لبلد سوريا ولشعب سوريا بكل طوائف وبكل بكل يعني بكل طوائف وبكل المجتمع اللي فيه سواء كان خارج أو داخل سوريا بكل الاتجاهات السياسية اللي فيه بوجه تحية كمان للشعب العربي كله بالمدل الوطن العربي بقال لهم كل عام وانتوا بألف خير وإن شاء الله يعيد العيد الجاي علينا بالخير والأمان بحب أشكر كل إنسان وقف جنبي وكل إنسان طوال بالو علي وكل إنسان دعمني وكل إنسان وقف حدي وما تركني أبدا يعني بخلال مسيرتي اللي هي إلى ثلاث سنوات لحد هذه اللحظة زميل وكل إنسان حبك أيضا نسكروا طبعا هذا الحكي لكل الناس طبعا محبتهم هي الدعم للي كل إنسان اللي دعموني بمحبتهم أنا عم بطأكين حيشك يا فرح بوجه تحية للفانز بوجه تحية لكل الإعلاميين بوجه كمان أنت ذكرت الإعلاميين وطلع لي زميلي يعني زميلي أيمن لأنه بشي قدم موجز منتصف الليل بعد شوي سلم عليك فرح زميلي أيمن من قسم الأخبار أنت نورتيني ليلا إن شاء الله مزيد من الدعم مزيد من التوفيق مزيد من النجاح لك يا فرح لأنك فعلا تستاهل محبتنا الكبيرة لك أنت وشكرا على قبل الدعوة أنك تكون معنا الليلة على موجة إظهات تطويم للفتوى اللقاء أكيد سمعوا على اليوتيوب على صفحات فرح وعلى صفحاتنا الكل نورتيني ليلا فرح شكرا لك شكرا شكرا لك شكرا لك تصبح على الخير تصبح على الخير شكرا